أكيد فلوس، كله يأخذ حصار في مركز ثاني ثالث ثاني ثالث فالأخي بيأخذ الوقز لفاس النسخة عرفها يا حكابي هذا من اللي يطقر الله ينزعشته طق الباب آخر الليل هذا المسيال اللي ما تبيح أضعنا مشغولي خلنا هلا يلا حي يلا حي وشلونك مبارك علومك عساق طيب كيف الحال بسم الله لا يكون أزعشتك لا محلك الله يطول عمرك شلونك يلا حي اوه مزقين الحليبة ايه يا ما شاء الله تقاهو حليبة تبي حليبة ايه شلونك عساق طيب لا يكون أزعشتك محلك الله يطول عمرك انت الداخل وأنا الطالة اه تفضل ممشل مساعدة يا الله يطول عمرك مرحب وما تشرت ولا كلفت يا هلا يا هلا وسهلا دق قلبك هذا الشخص اللي يطردك من بيته او يقولك كلمة مو زينة ميش ردت فعلك انت يا اخي لا جيت سيارة على احد البيت لا تصير ثقيل لا تتردد من بيتهم يعني انت من باب المجاملة يمكن الشخص يقولك يعني انت اللي بداخل وحنا اللي طالعين اما تصير بجيح وتقوله تفضل ويشتبك تكون ردة فعلى الشخص اللي هو راعي البيت وراعي المتسان عيب والله عيب يعني انت لها سيارة على واحد خلك خفيف خلك خفيف ظل عشان الرجال وش يسوي يقول لك يقول ودي اجي ودي انه يجيني كل يوم مو لا جاء طلع قال فكه الحمد الله انه راح ولا منحت لي هذا خلك خفيف ظل راح تلحد خلك خفيف نفسه ولا تضر عبد دايم خلك بالدنيا عابر سبيل تمر ولا تضر لازم التعلم من دروس الحياة هذي منحت دروس الحياة انك تكون خفيف نفسه وخفيف ظل وما تطلع منك الا كلمة زينة وكلنا طلاب في مدرسة الحياة صفكة مهما كبرت اعمارنا او صغرت اعمارنا فنبقى طلابا في مدرسة الحياة حتى نفارق هذه الدنيا فخلك بصمة طيبة في الدنيا وخلك اثر طيب خلا رحت وتوفيت بعد عمر طويل ان الناس تتكرك بكل شي زين وان الناس تتصدق عنك ما تخلي الناس تقول الحمد الله فكه روح فعليكم بكل مهات طيبة يا اجماعة بكل مهات طيبة ترى تصلع بالشخص هي كبير وهذا اللي حبيت اوصله لكم وشكرا لكم يا جماعة اهههههه رسالتنا اليوم رسالتنا اليوم حنى ان شاء الله ان ما يصلح الواحد تكلم في ظهر احد سواء تكلم في ظهر ضيفك او في ظهر جارك فالواحد ما يصلح انه تكلم في ظاهر احد مهما صار ومهما صار ومهما صار يبقى ظهرك في بيتك مهما قارلك لا تتكلم في ظهرك وتشتكي للناس عليه نهائيا خطأ الواحد في هذه الحياة يكافح يصمد يسوي اللي به اكرم ضيفك يا مالاش حم سواء اخطى الضيف عليك ولا مخطأ اكرم ضيفك يا مالاش حم ولا تلحقه شي فحنا في هذه الحياة لا سميك لمضيوفنا ونسامح وينخلمها الطيبة تطلع من عندنا طبعا يا جماعة بالدنيا هذه ودك اذا قدمت النصيحة تقدمها للشخص ما تفضحه قدام الناس قدم له النصيحة بوجهه لا تفضحه ابد وتتكلم بظهره وتقعد تنصح هذه مو نصيحة هذه فضيحة فرسالتي لكم يا مشاهدين العزاء انك لا جيت تتكلم تتكلم عند الشخص نفسه لا تتكلم بظهره ابد انتبه انك تتكلم بظهر الخجال او الشخص فرسالتي لكم يا جماعة لا تتكلمون بظهر احد ابد وكونوا انكم تتكلمون بشكل سري بحت سري بحت عشان تكون توصل النصيحة بكل حب اما اذا تكلمت قدم الناس حتى الشخص يشمعز من هذا الشي فخلوا نصيحتكم للشخص نفسه ولا تتكلم عند احد وهذه رسالتي لكم اليوم ودك الواحد في هذه الحياة اي شي يسويه ما يعلم الناس فيه انت سويته لا تقول لحد ودك اذا بعد اذا قلت شيء اول شيء تسويه انت ثم انصح الناس يسوون الشيء هذا فالواحد يحرص في هذا الزمان على الشيء الزين وعلى الشيء الزين اللي ينصح فيه نفسه قبل كل شيء فالواحد ينظر لنفسه هو شيء ويصلح اخطاء نفسه ثم اخطاء الاخرين وهذه نصيحاتنا اليوم والله اتزاكم خير ودك الواحد طبعا 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 رسالتي لليوم انك لا تصنع المثالية ابدا بتقعد تتكلم انك انت مثالي وانك انت الشخص الطيب وايضا في رسالة ثانية انه لحد يتدخل في ما لا يعنيه ويكون طافي مايكو ويشغل مايكو قبل كل شيء عرفت شلون فلازم الواحد يكون لا بغى ينصح ينصح بشكل سري وينصح على شيء هو موجود به مو ينصح شخص والنصيحة مو موجودة بالشخص نفسه وهذه رسالتي لليوم صيحتنا اليوم لكل الناس ابخص فيها اثنين احرصوا على المبادرة وعلى حب بعضكم فالواحد يحب الشيء لنفسه ويحب الشيء لخياه اللي معه فخلوكم يد وحده تكاتفوا قدموا الشيء ازاي والله انقدمتوا ازاي بيرد الله لكم اضعاف 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 شفنا في الحياة الشيء الكثير شفنا تجارب ناس كثير فاحرصوا على الشيء على الشيء هذا عفوض احرصوا على الشيء هذا بادروا واحسنوا الخلق وصابحوا وسامحوا الناس وهذه نصيحتي اليوم وودك ان الناس اذا صارت تنصح تعرف تختار الاماكن ازاينا انصح من منبار ومن مكان مناسب وفي جلسة مناسبة وحاول انك ما تسول في نصايح ما تطبقها انت طبق النصايح اذا جيت تنصح على نفسك ثم انصح طبعا رسالتنا هذا اليوم ولو كثرت الرسال يبقى الرسالة الوحيدة ان الشخص يكون طيب خلق وطيب نفس ورسالته تكون مسموعة ويعرف الرسالة تكون مسموعة يعني ومستحيل يجيك شخص كله اغلاط بتستمع منه نصيحة هذا شيء غلط ما احد يسمع منك النصيحة فكن انت اول من يحافظ على نفسك وكن انت من يستمع منه النصيحة اما تكون شخص كلك اغلاط وتقدم نصيحة ما احد رح يسمع لك فانتبه لنفسك قبل كل شيء وهذه رسالتي اليوم نصيحتي اليوم ورسالتي اليوم ابي الناس كليني شد حيله فكر في نفسك لا تفكر فحد فكر في نفسك وشوف وش بتقدم وش اللي بتقدم هذه الحياة انظر في المجتمع اللي حولك انظر في المجتمع اللي حولك شف الناس يمينك ويسارك ويحمد الله ان الله خلق بهذه الصورة واحسن شيء بعد فالواحد يشد حيله ويبادل بالاخلاق وبالعلم الزين مهما اكدتها النصايح اخذ النصيح اللي تبيها وتحتاجها النصايح كثيرة لكن اخذ النصيحة النصايح من اول تشترى بفلوس تشترى بلبل اليوم نصايح مجاني كليني ينصح من عنده لكن اخذ النصيحة اللي انت تحتاجها واللي عقلك يبغاها وهذه نصيحتي اليوم واحيان لا تستنقص من الشخص اللي ينصحك يقول الحكمة تقول خذ الحكمة من افواه المجانين لا تستنقص في الشخص اذا كان اقل منك منصب او اقل منك عمر لا تستنقص منه تقبل منه النصيحة وطبقها وعمل عليها وقدم كل ما تستطيع لا بد انك تظهر بالصورة الزينة وبالسمعة الزينة في مجتمعنا هذا لانك غالي علينا الرسالة المهمة والاهم عند الناس انك تكون شخص محافظ لابعد درجة من كل النواحي وتكون متغير للوكيشنات فيا يا جماعة الخير حاولوا تكونون من يرسم البسمة على وجوه الناس وليس من يرسم التعاسة على وجوه الناس فكونوا مثل ما ذكرته سابقا انك تكون شخص يمر ولا يضر ولا يضر أبدا فكن في حياتك كالشخص المثالي الذي ينضرب به الأمثال وحاول تقتدي قبل كل شيء بمحمد الطوالة وهذه رسالتي لهذا اليوم والواحد في هذه الحياة لا يشيل هموم غيره ويفكر فيها تصير ثقيلة عليه وممكن تكسره الواحد يفكر في نفسه وشيل هم نفسه لا تفكر في أحد والله ما راح يفيدك إلا نفسك فلا تشيل هموم غيرك وتحطه على راسك تتعبك وتثقل ممشاك خلك اهتم بنفسك وفكر في نفسك أنت أولى بنفسك وهذه آخر نصيحة عندي أنا اليوم أستودعكم الله وفي آخر نصيحة معنا اليوم عندي أنا يا محمد المسردي اهتم في نفسك في المقام الأول اهتم في والدينك وفي أخوانك ولمقام الثاني أخوانك ولمقام الثالث نفسك لا تبدي أحد على نفسك نفسك لها الحق ولها الشيء الجميل لابد أنك تهتم في نفسك ولا بد أنك تقدم في نفسك ولا تضحي على حساب نفسك الناس ما تستاهل لقطة ختام مع محمد الطوالة طبعا ختام رسالتنا لهذا اليوم أنك تستمع لهذه النصائح وتتقبلها بكل صدر رحب من أعزائي المتسابقين المتألقين في هذا اليوم وآخر رسالة أن تكون محافظ جدا على أخوتك مع الناس وأخوتك مع الأشخاص وأولا وآخرا أن تكون ذو قلب ودود مع جميع الناس وختاما أتشرف بأن يأتون المتسابقين لهذا المسرح فضلا وليس أمرا نقول لي أغتون لتوجيه كلمة أخيرة من هذه الرسالة الذي كانت مبادرة جميلة لطيفة جدا من أخواني المتسابقين أنس الميموني ومحمد المسردي مرحبا سلام عليكم قدم لي رسالة أخيرة رسالة أخيرة والله ما دي كيف جاءت الفكرة عنك توفيق الله سبحانه وتعالى قلنا ننصحه بطريقاتنا حنة اللي فيها فكاهة وفيها إن شاء الله أنها فائدة فلعل إن شاء الله وصلتكم الرسالة على الوجه اللي نبغى حنة والله يبيض وجيهكم شكرا لأخو ياعي وأن صايح مثل ما قال أنس أنها تكون بطريقة يعني فكاهية خفيفة لطيفة بعيدا عن القصوى وبعيدا عن السلوب الحادة والقوي ترى مثل هالنصائح تفيد تفيد الصغير وتفيد الكبير فإن شاء الله نحن قدمنا لو شيء بسيط فكرة غريبة طبعا الرسالة مثل ما قال أنس والله أنا مدري شون جت أول شيء كانت مشكلة بيني وبين أنس فجريته بالموضوع والحمد لله كتملت ولو أن محمد جانا على آخر شيء لكنه دخل بالمود على طول وفهم بدون لا نشرح له فقدمنا النصيحة بإذن الله على أكمل وجه والمبادرة هذه من أخوياي كلهم هذه فكرتنا جميعا ولو أنها بدون سابق تخطيط لكن اللهم لك الحمد التخاطر بين النفس هو اللي خلالنا نصل على الرسالة هذه جميعا وتستهلون تحية لأنفسكم هنس هنس محمد دائما 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 القروب الأربعة أغص عبرقم شكرا لكم عفوا لنا والله جامدة أنا دخلت مدري شي السابة أنا رضي تجالس هنا وأنا تجالس هنا شكرا لكم